تشتعل منافسة حامية بين الديمقراطيين والجمهوريين للسيطرة على الغالبية في مجلس الشيوخ بالتوازي مع السباق على المقعد الرئاسي في الولايات المتحدة فإن تكمن همية ذلك 34 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ سيقضع للانتخابات يوم الخامس من نوفمبر وفي الولايات المتحدة تحدث عهدة عضاء مجلس الشيوخ بالست سنوات بحيث يطرح ثلثة المقاعد للانتخاب كل سنتين تكشف التوازنات الحالية تحت قبة الكونغرس عن فارق ضئيل جدا في تمثيل الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيث يوجد 49 مقعدا لجمهوريين و47 مقعدا لديمقراطيين الذين يحظون بدعم أربعة مستقلين مما منحهم أغلبية بسيطة وعلى خط المنافسة يبدو أن سباقات حاسمة في بعض من الولايات قادرة على توجيه دفة السيطرة كولاية مشيغان حيث يتنافس كل من الديمقراطية تحديدا في ولاية مشيغان نتحدث عن ديمقراطية إليسا سلوتكين والجمهوري مايك روجرس على المقعد الشاغر أما في ولاية بنسينفانيا المتأرجحة فتشتد المنافسة بين الديمقراطي بوب كيسي والمنافسة الجمهوري ديف ماكورميك وهنا أيضا تظهر استطلاعات عدة فارقا لا يتعدى بضع نقاط في شعبية كليهما تكساس تحديدا دعونا نتحدث عن تكساس يفضل ديمقراطيون جهودا كبيرة للإطاحة بسانتر الجمهورية كروز المتراجع وهنا يتفوق النائب الديمقراطي كولين أردريت على كروز في جميع التبرعات وفق شبكة سي أن أن فيما تتصاعد في أوهايو حظوظ رجل الأعمال وحليف تشومب الجمهوري بيرني مورينو أمام السيناتور شيد براون الذي وصف كأحد أكثر الديمقراطيين ضعفا في اقتراع هذا العام وفق استطلاع لنيويورك تايمز إذن هذه بعض من أعراض حم السباق الحاسم بين الجمهوريين وديمقراطيين على مقاعد مجلس الشيوخ التي ستحدث موازين القوى في مجلس الشيوخ للعامين المقبلين في الانتخابات الرئاسية الأمريكية تشير الأرقام إلى أن نحو 240 مليون شخص يمتلكون حق التصويت وقد وفر لهم أكثر من 94 ألف مركز للتصويت عبر الولايات الأمريكية الخمسين بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا وبحسب القانون الأمريكي يتاح للناخب الأمريكي إداء صوته عبر أنماط انتخابية عدة بالاقتراع المبكر والاقتراع عبر البريد والتصويت الغيابي والتصويت الشخصي في مركز الاقتراع وعلى سبيل الذكر سجلت انتخابات عام 2020 مشاركة تعدت بقليل عتبة 66% وتوزعت المشاركة بحسب مركز بيو للدراسات في واشنطن بين 46% عبر التصويت المبكر و54% عبر التصويت الشخصي في مكاتب الاقتراع لكنها كانت محل شكوك من طرف المرشح الجمهوري دونالد ترامب بحدوث عملية تزويع ما دفعه هذه المرة للتفكير في نشر مائة ألف محام ومتطوع لمراقبة العملية الانتخابية في مراكز الاقتراع ورحب هنا بضيفي ينضم علينا مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية سيد أحمد المسلماني سيد أحمد أهلا بك معنا بكل تأكيد هذه الانتخابات لا تخص فقط منصب الرئيس منصب الرئاسة ولكن أيضا نتحدث هنا عن انتخابات الكونغرس بمجلسه مجلس النواب وأيضا ثلث مقاعد مجلس الشيوخ كيف يمكن أن تتغير تركيبة الكونغرس في هذه الانتخابات؟ في الواقع الانتخابات الرئاسية كما تفضلتي تتواكب مع الكونغرس وبالتالي هناك منظومة كاملة قابلة للتغيير أو قابلة للبقاء إذا نجحت السيدة كاميلة هاريس ففرصة الاستقرار السياسي حتى لو حدث هناك حراك الكونغرس فرصة كبيرة للغاية لكن إذا خسرت المعركة وصل الرئيس ترامب أغلب السلطة رغم قوة الكونغرس تركز في البيت الأبيض لأن حتى كل القيود التشريعية الموضوع على الرئيس في حال الضرورة هناك استثناءات ومخارج وطوارئ يلجأ إليها الرئيس للالتفاف على الكونغرس لكن بالطبع داخل الكونغرس تظل الأهمية لمجلس الشيوخ لأن مجلس الشيوخ نائب الرئيس يتولى رئاسة مجلس الشيوخ ولديه سلطات واسعة جدا في تشريعات مختلفة المعركة كما تفضلتي هنا وهناك لكن الحسم الأهم هو في البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الآن يعني الغالبية للديمقراطيين سيد أحمد هل يمكن تتغير هذه التركيبة وهذا اللون الطاغي للجمهوريين برأيك أخدا بالاعتبار كما تبعنا قبل قليل في هذا الشرح يبدو بأنه هناك تركيز أيضا على الولايات المتأرجحة مشيجن من سلفينيا هناك أيضا سباق حامل في هذا الإطار في العادة انتخابات المجلس الشيوخ ومجلس النواب وحكام الولايات يتعلقون بموقف المرشح الرئاسي ومن ثم إذا اللون أزرق فإنه يأخذ من الرئيس إلى الحاكم إلى حد كبير وإلى النواب وكذلك أعضاء مجلس الشيوخ هي منظومة تكاد تكون متقاربة إذا نجح حاكم ديمقراطي هذا مؤهل لفوز رئيس ديمقراطي في هذه الولاية وبالتالي في المجمل هل يخسر الديمقراطيون مجلس الشيوخ ربما لأن مجلس الشيوخ مثل انتخابات رئاسية صوت مقابل صوت صوتين مقابل صوتين الأمور تمشي بواحد من عشرة واحد من ألف فلا يمكن التوقع بشأن الرئاسة لأن الأمر يكاد يكون خمسين مقابل خمسين أيضا في الشيوخ العادة كذلك حين يفوز حزب بمجلس الشيوخ معناه أنه فز بفارق مقعد واحد أو مقعدين ليوجد ذلك الفارق الذي يؤدي إلى ستين مقعد لهذا الحزب وأربعين لهذا الحزب في العادة تمانية واربعين تسعة واربعين خمسين ومن ثم التوقع بيكون صعب شأن الانتخابات الرئاسية وهذه الانتخابات تحديدا صعبة بكل تأكيد حظب استطلاعات الرأي سيد أحمد هناك يعني ليس فقط تقارب بل ربما تطابق إلى حد كبير الفوارق بسيطة جدا إلى أمد يمكن تكهن حزب الاستطلاعات وما إلى ذلك والمعلومات المتفرة حتى اللحظة عن التوجه تحديدا بمعناك اليوم أن نتطرق إلى موضوع مجلس الشيوخ التوقع برضه يظل صعب لأن حملة ترامب تقول أنها على وشك الفوز وربما تعرن الفوز مبكرا وحملة سيدة هارس تقول أنها مسيطرة إلى حد كبير لكن هذه الانتخابات دعيني أقول انتخابات الأمريكية كلها في الواقع هي انتخابات سبع ولايات وانتخابات السبع ولايات في الواقع هي بنسلفانيا وانتخابات بنسلفانيا هي فلادلفيا فالأمر يبدو أن عمدة فلادلفيا سيحكم العالم من يحكم فلادلفيا سيحكم بنسلفانيا سيحكم السبع ولايات سيحكم باقي أمريكا فالمعركة يتم اختصارها من خمسين ولاية إلى سبعة إلى ولاية إلى مدينة وده نتيجة ما تفضلت بي أن هم مشيين صوت وراء صوت مفيش الفارق الكبير وبالمناسبة يمكن لهذا التوازن الضقيق جدا أن يؤدي إلى تأجيل إعلان الانتخابات لأنه في حال الفوز بنسبة واضحة فالأمر بيكون حاسم ويضطر الطرف الآخر لاستسلام أما لو متوقف على حفنة من الأصوات من المؤكد أن الطرف الآخر لن يعترف بسهولة ولكن سيد أحمد لا تعتقد اليوم وخلال المتابعة أنه هناك استقطاب سياسي كبير وبالتالي لا تعتقد بأنه ربما اليوم الناخب قد يصوح ربما لمرشح دموقراطي على سبيل المثال ولكن استطيع أن يصوت لمرشح جمهوري أو انتخاب مجلس نواب ربما أيضا ضم إطار الجمهوري عندما نتحدث عن الانتخابات في الدائرة الانتخابية بمعنى أنه أول عكس يعني الاستقطاب السياسي هذا لا ربما يحدد توجه الناخب إلى من سيصوت في الواقع الانقسام السياسي في الأعلى يهبط إلى الأسفل فالانقسام السياسي بين منظومة أوباما بايدن هاريس هذه المنظومة الديموقراطية في شكلها الجديد الذي أسسه الرئيس أوباما وبين المنظومة الأخرى التي أعلى تجلياتها الرئيس ترامب لأنه في تقدير الرئيس ترامب هو الجيل الثالث من الريجانيين الرئيس ريجن أسس الاتجاه يمين يمكن وصفه يمين متطرف أو نيوليبرالية جاء بعدها الرئيس بوشل ابن مثلا لهذا الطيار ثم الرئيس ترامب هذا الاستقطاب بين الترامبية الريجانية وبين الأوبامية الديموقراطية الآن تنعكس إلى أسفل لكن البعض مثلا مثل العرب والمسلمين في ميتشيجن يريدون أن يقاطعوا الانتخابات الرئاسية لكن يصوتوا في انتخابات الكونجرس لأنهم غاضبين على الرئيس بايدن وعلى هاريس وعلى ترامب وبالتالي يجدون أن الفرصة أفضل في الكونجرس للتعبير عن صوتهم فالأمر معقد لكن الانقسام يبدأ من أعلى وهو انقسام عنيف وشديد جدا وربما إذا لم يتم ضبط هذا الانقسام يؤدي إلى مخاطر البعض يتحدث الآن عن احتمالات حرب أهلية في المدى البعيد جدا إذا استمر هذا الانقسام على هذا النحو العميق والحد وبتأكيد سيكون متابعة لهذه الانتخابات الرئاسية شكرا لك سيد أحمد المسلماني مدير مركز القاهرة الدراسات الاستراتيجية شكرا جزيلا لك